احنا مستهلكين طول السنين الحقيقة السؤال ده عشان اجاب عليه انا كنت عايزة اعرف هو احنا ده احنا بنبالغ ولا فيه ارقام بتقول ده الاهرام سنة 69 عملت تحقيق في الصفحة التالتة بتقول بالارقام استهلتنا في الشهر اللي قبل رمضان في شهر 69 ده احنا ده انت خارج من ناكسة والدنيا يعني على البلاطز زي ما احنا بنقول بالضبط فتخيل انه عملوا احصائية شهر شعبان وشهر رمضان بنستهلك هنا قديه وهنا قديه فاكتشفنا ان احنا في شهر رمضان مثلا السكر سنة 69 سنة 69 زودنا 1400 طن سكر 1400 طن سكر 800 طن لحمة كل ده عن الشهر القبله انا مش بتكلم ان ده مجمل استهلاك لا ده زياد عن شهر القبله من شعبان لرمضان بالنسبة باية السلع كلها كان فيه ارتفاع كبير جدا يعني في السمك مثلا الأسعار كان بتغلى برضو في رمضان زمان الأسعار طبعا برضو كان بتغلى في رمضان زمان وبرضو كان بتعمل بس كان زمان كان فيه فكرة تسعيرة جبرية كانت شوية بتسيطر على السوق وده حصل بمناثة الفاتحة كان النظام الاقتصادي كان اشتراكي بالضبط كانت فكرة السيطرة على السوق فيها الفكرة دي النبأ بس في نفس الوقت كانت طول وقت فيه الناس اللي بتغلي فيه طول وقت اللي بره التسعيرة يعني برضو حتى لو نفرج على الأفلام القديمة هنفتكر دي هنلاقي أنه تعمل أغاني حكاية الغريب لو تفتكر آه طبعا وبرضو معنا الفكرة بتاعت أنه اتعمل أغنية رمضان أليحمدوه الأغنية دي كان اسمها رمضان أليحمدو بفاد المهندس بالزبط بفاد المهندس وصباحه الرجل ده هيجنيني الرجل ده هيجنيني هي في الأول كان اسمها قبل الرجل ده هيجنيني اسمها رمضان أليحمدوه هي جملة جواها كتب طبعا الشاعر حسين السيد الأغنية وراح بيها لي الفنانة صباحه هي قصة بدأت كده سنة واحده ستين وهو راح للفنانة صباحه فقر كلام حلو بس غريب الناس هتتقبل كلام بالشكل ده وقصنوي ممكن يبقى فيه نوع من النصيحة نوع من السخرية من الناس فالناس هتقبلها ولا لأ خافت وقعدت تخلي الناس تقرأ المسألة دي عشان تطفي عليها السخرية تبقى هي اللي سيدة مش النصيحة واني بقى دماء خفيف مش نصائح مباشرة اتفقت مع فؤاد المهندس اني بقى معها في الأغنية وكأنه فيديو كليب تاريخي سابق عصره بسنوات طويلة وسبق عصره بسنوات طويلة جدا 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 عصر فيديو كليب اللي بدأ في السنانات كان فيه فيرجن فيها مع شويكار 67 بالضبط كده بعدها بكم سنة الفنانة شويكار عملوا فيلم الراجل ده هيجنني وعملوها بقيت فيلم بقى بقيت فيلم تحولت لفيلم وتحولت حتى الأغنية تانية اسمها الجلبية عملت نفس الكلمة يعني غيروا بس التفاصيل في بعض خلي بالك كانوا بيلعبوا بالأغاني كويس ايوه في الأفلام صحيح يعني شانبوا فيلم وصيادة عملوا الأغنية بتاعت عبد الحليم لا في هذا المنصد كان قسطورة وكان الحاجة اللي بيقولها كان بتوصل والله جدا وكان مؤثر مع الكبار ومع الأطفال والفوزير يعني فيه شخصيات كده ما تتنسيش